فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وكونه صلى الله عليه وسلم عطاهم من فضل وضوئه هذا للتبرك ويجوز التبرك في آثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسمه عليه الصلاة والسلام من عرق ووضوء وشعر وما انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك أما التبرك بآثار غيره من الصالحين فهذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه ولأنه من وسائل الشرك وكذلك التبرك بالبقاع والتبرك بالمباني وكل هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك